السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناتكم قناة وصفات لكم اليوم إن شاء الله سأشارك معكم وصفة رائعة طريقة ممتازة لعلاج تشققات القدمين وكذلك لتبيض القدمين وترطيبها كما نعلم تعتبر القدمان من أهم الأجزاء في جسم المرأة والتي يتوجب عليها العناية بنعومتها وجمالها خصوصا عند قدوم فصل الشتاء وازدياد جفاف وتشقق البشرة الذي يظهر بشكل جلي وواضح في منطقة القدمين إذن على بركة الله حبيباتي ولكي نحافظ دائما على جمال القدمين وعلى أنوتة ونعومة القدمين اليوم سوف نقوم بعمل تقشير للقدمين وأيضا وصفة ستعطي ترطيب كذلك تعطي أيضا تبيض للبشرة وتزيل الجفاف والتشققات إذن على بركة الله سنمر إلى أول مرحلة بالنسبة لأول مرحلة سوف نأخذ إناء لكي نقوم هنا بنقع القدمين ضروري أن نضع فيه الماء ضروري أن يكون الماء ساخن أنا هنا فقط أريكم الطريقة أنتم استخدموا تقريبا إناء يكون كبير ثم سنحتاج إلى الخل سواء أكان خل التفاح أو أي نوع خل متوفر لديكم لأن الخل به خصائص مطهرة وفعالة حتى في تقشير البشرة يخلص من الجلد الميت بسرعة لذلك يمكنكم الاستفادة من الخل في تقشير القدمين والحصول على أقدام ناعمة ورطبة إذن على بركة الله سنأخذ إناء بهذا الشكل أنا وضعت فيه هنا تقريبا ماء ساخن ثم سأضيف تقريبا كوب من الخل أنتم استخدموا أي نوع خل حتى خل التفاح تقريبا لدي هنا كوب صغير من الخل لأنه كما قلت يساعد في تقشير القدمين بعد ذلك سأضيف هنا صود الخبز أو بيكربونات الصودة إذن سأضيف هنا تقريبا ملعقة كبيرة تكون ممتلئة من بيكربونات الصودة هنا لمن لا تتوفر على صود الخبز أو بيكربونات الصودة يمكنكم تعويضها بالملح ملح الطعام أو الملح الخشن أو ملح البحر سأضيف هنا تقريبا ملعقة كما تلاحظون هذا التفاعل ثم تقومون مباشرة بنقع القدمين في هذا الماء فهذا التفاعل هو الذي سوف يساعد إن شاء الله في تقشير القدمين وإزالة الخلايا الميتة مما يساعد كذلك على ترطيب القدمين وبهذا يكون لنا طريقة سهلة لنزع الجلد الميت تقومون بنقع القدمين في هذا المحلول تقريبا مدة نصف ساعة حتى تحسون أن ذلك الجلد الميت أصبح رطب جدا بعد ذلك تقومون بأخذ أداة لإزالة الخلايا الميتة من القدمين ثم تقومون بإزالتها بعدها قوموا بغسل قدميكم بما عادي ثم سنمر إلى عمل الخلطة إن شاء الله التي سوف تعطينا ترطيب كذلك طبيعي وأيضا سوف تعمل على توريد القدمين إذن سنحتاج هنا إلى إناء مناسب الذي سوف نقوم بمسج في هذه المكونات وسنحتاج هنا إلى خميرة الخبز خميرة الخبز رائعة من بين المكونات تعمل على ترطيب القدمين وكذلك لمن تعاني من تشققات القدمين أنصحكم باستخدام خميرة الخبز بعد ذلك سأضيف هنا بضع قطرات من الخل أو تقريبا مقدار ملعقة تكون كبيرة ممتلئة أو ملعقتين لتدويب الخميرة ونستمر جيدا في تدويب الخميرة فهي ستعطينا ترطيب كذلك تبييد تزيل خشونة القدمين الخميرة علاج ممتاز ورائع سأضيف هنا كيميا أخرى من الخميرة وأستمر في الخلط جيدا حتى أحصل على القوام الذي نريده بعد ذلك سأضيف المكون الرائع الذي أيضا سوف يعطينا توريد وكذلك سوف يعطينا منظر رائع جدا للقدمين يجعلها وردية وكذلك ناعمة ألا وهي الفلفل الأحمر مطحون الفلفل الأحمر الحلو وليس الحار استخدموا الحلو لأنه رائع وكذلك يعطي توريد للقدمين سأضيف تقريبا كيميا أي ملعقة صغيرة ممتلئة إذا كنتم لا تتوفرون على البابريكا أو الفلفل الأحمر الحلو ممكن تعويضه هنا كما نقول دم الغزال أو لعكر الفاسي كما يمكنكم أيضا استخدام أي روج يكون منتهي ثم قوموا باستخدامه قوموا بتدويبه في حمام ماء ثم قوموا بدمجه وخلطه مع باقي المكونات سيعطيكم اللون وردي وكذلك سوف يعمل على ترطيب القدمين نخلط جيدا هنا إلى غاية ما تتجانس المكونات مع بعض كما تلاحظون نخلط جيدا حتى تصبح الوصفة على هذا القوام على شكل كريمة هذه الخلطة رائعة وممتازة بطبيعة الحال بعد نقع القدمين وترطيبها في هذا المحلول الذي قمنا بوضعه من قبل تقريبا مدة نصف ساعة تقومون بغسل قدميكم أو تجفيفها يعني بعد نزع ذلك الجلد الميت بواسطة أداة نزع الجلد الميت على القدمين بعد ذلك ستأخذون هذه الوصفة على قدمين تكون ناعمة وهنا تكون جافة ثم تبدأون بوضع هذه الخلطة على كامل القدمين بهذا الشكل سنوزعها على كامل القدمين وسنتركها إلى غاية ما تجف لكي تعطينا الوصفة المفعول سنأخذ هنا كيس بلاستيكي أو بلاستيك غدائي سنقوم بلف القدمين بهذا الشكل قموا بلف قدميكم حتى لا تنتزع لكم الوصفة ثم قوموا بعدها بارتداء الجوارب بالنسبة لهذه الوصفة يمكنكم كذلك المبيت بها لليلة كاملة يعني استخدموها في الليل وقوموا بالمبيت بها لليلة كاملة وفي الصباح سوف تبهركم النتائج وستحصلون على أقدام رطبة وارضية كذلك وستكون بمنظر أنتوي وصفة ممتازة ورائعة يجب من الأحسن الاعتماد عليها تقريبا ثلاث مرات في الأسبوع ستعطيكم نتائج رائعة وكذلك المكونات كما رأيتم سهلة وفعالة بطبيعة الحال كما يمكنكم يعني لمن لا ترغب بترك هذه الوصفة ليلة كاملة يمكنكم تركها تقريبا ساعة إلى ساعتين تقومون فقط بلفها بغطاء بلاستيكي وارتداء الجوارب وتتركونها لساعة إلى ساعتين ثم قوموا بنزعها وغسل القدمين بعد ذلك خدوا أي كريم متوفر لديكم سواء أكان كريم نيفيا أو كريم فازلين وقوموا بترطيب القدمين بالخصوص في الليل ضروري من ترطيب القدمين بالنسبة لهذه الطريقة أو هذا الروتين إن شاء الله كونوا متأكدين أنكم سوف تجعلون أقدامكم أقدام رائعة وكذلك أنتويا بامتياز وبالنسبة هنا إلى البابريكا أو الفلفل الأحمر سوف يعطيكم منظر وردي وأيضا سيعطيكم نعومة لأنه يرتب كذلك حتى القدمين لأن نعومة القدمين هو دليل الأنوتة ودليل اهتمامكم بنفسكم وجمالكم طبعا إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك وأيضا مشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء إذن إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء